وبالانتقال إلى ملف اجتماعي يثير الكثير من علامات الاستغراب والقلق بسبب نتائجه فقد تم تنفيذ التحر الأصولي على دار أحد المتهمين من المتعاطن والمروجين للمخدرات في قضاء تيكريتا حي القادسية وتمكنت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بصلاح الدين من القبض على المتهم وضبط بحوزته كمية من حبوب كيبتاجون المخدرة وأسلحة حيث تم توقيفه وفق المادة الثامنة والعشرين مخدرات في وقت يطالب أهالي القضاء بحملة واسعة لإنهاء خطر هذه الأفاف مع توعية اجتماعية تشترك فيها جميع المرجعيات لمنع هذا الخطر من تهديد استقرار المجتمع